ده أول جهاز تاب أشوفه في حياتي بمعالج من 10 أنوية وبسعر خيالي 230 دولار أو 4000 جنيه مصري أو 850 ريال سعودي أو قطري أو درهم إماراتي أو 222 درهم مغربي سعر خرافي بالنسبة للمواصفات مبدئيا إحنا بنتكلم عن شركة شوي شركة شوي هي عملاق صيني مش جديد تاريخه في السوق من أول سنة 2004 وبدأوا يقتحموا الوطن العربي فيه 2013 و2015 ده تاني إصدال لهم من أجهزة التاب بمواصفات فعلا خرافية خلينا الأول نفتح العلبة ونستعرض محتويتها وبعدين نتكلم عن مواصفات الجهاز بالتفصيل ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمله لايك وشير إعجاب ومشاركة وما تنساش تعمل اشتراك أو سبسكرايف في قناة عرب فون وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد هنعمل الفيديو ده مبدئيا أمبوكسين بس نفك محتويات العلبة وبعد كده هنشرح في فيديو تفاصيله ومواصفاته أكتر بيجي مع الجهاز ألم يعني شيء جدا ومعه كمان البطارية بتاعته ما خليه دلوقتي هنا جاي كمان دي الكيبورد اللي معاه من ضد محتويات العلبة أنا بفتحه فعليا معاكم دلوقتي لأول مرة فأنا أول مرة أشوف الكلام ده زيكم بالظبط يعني كيبورد مذهلة جدا أو ده ستاند ستاند بكيبورد وفيها هنا كمان بين والكيبورد فخمة جدا وده العريس ده الزعين بتاعنا الجهاز اللي معانا هو هاي 9 بلاس هاي 9 بلاس 10.8 إنش ودي الروزيليوشن بتاع الشاشة هنتكلم عن تفاصيله طبعا في أكتر من فيديو خلينا نبدأ نفتح العلبة لأول مرة يعني دي حاجة مبداقيا نحليها نشوف هي ايه في الآخر وده الجهاز نفسه طيب واضح إنه التغليف أولا جيد جدا إيه اللي عندنا هنا أوكي ده الشاحن بتاعه جاي معكب اليو اس بي الطايب سي أحسن أنواع اليو اس بي وده الشاحن اللي مرفق مع الجهاز يعني مفيش عليه بيانات مهمة قوي وده الجهاز نفسه فيه حاجة هنا معانا هاعتقد ممكن تكون يوزر مانوال فعلا وده البن كمان اللي بتطلع بيها مكان السيم كار اللي دي معانا هنا وده العريس نفسه الجهاز رائع بكل المخييس مسكته فخمة جدا أنا حاسس بالكواليتي الممتازة اللي في الجهاز ده الجهاز وهو مقدم طبعا من شركة شوي الاصدار ده هو هاي 9 بلس الشاشة بتاعته 10.48 انش المعالج ديكا كور ديكا كور يعني عشرة بروسيسور هو الاصدار اللي اعلى من الاوكتا كور أنا أول مرة شوف تاب ديكا كور بصراحة جاي بشريحتين دي والسيم كار وجاي معا كمان الكيبورد اللي احنا عرضناها الكيبورد ده هي اللي احنا عرضناها وكمان فيه تكنولوجي فور ستايل هاي بين الألم ده كمان هنستعرضه كمان أكتر والشاشة بتاعته خلينا نفتح الجهاز للوهلة الأولى وهنعمل فيديو تاني عن مواصفاته وبالتفصيل اللي عايزة اقوله ان الشاشة اصلا عليها واقي للشاشة screen protector هي بتيجي من المصنع راكب عليها واقي الشاشة او screen protector على الشاشة لو لاحظت هو واضح جدا حوالين الكاميرا screen protector او screener اسمع الصوت من الأصوات اللي انا بعشاقها جدا في الأجهزة ده شكل الجهاز ده شكل الجهاز بعد ما فتح خلينا نتعرف بس على مكونات الجهاز يعني من الخارج من هنا الجهاز فيه الأزرار اللي بتتحكم بالصوت انا بحاول اوضح الاضاءة شوية من هنا الأزرار اللي بتحكم في الصوت وده زرار الباور الأساسي اللي في الجهاز من هنا يعني مفيش أي أزرار تقريبا هنا ده المكان اللي هي قاعدة الجهاز اللي بتتحط على الكيبورد ومن الأعلى فيه مكان لشحن الجهاز ده مدخل شحن USB type C ومدخل كمان للسماعة 3.5 ميلي جاك وده شكل مدخل السيم كارد بتاع الجهاز هو الشكل التقليدي ده تحديدا اللي مكتوب عليها من الخلف الجهاز فيه الكاميرا الرئيسية اللي في الخلف سماعتين سبيكر مش سماعة واحدة في سماعة في اليمين وفي اليسار واللوجو طبعا بتاع شوية الشركة العملاقة اللي منزلة الجهاز ده اللي اصدر زي ما قلنا ده اسمه هاي 9 بلس اسمع صوت الجهاز بس عشان تعرف قوة السماعات اللي ورا يعني دي فكرة بس عن قوة السماعات اللي في خلف الجهاز الجهاز بموصفات فعلا رائعة جدا النظام التشغيل اللي على الجهاز هو أندرويد أوريو بشريحتين سيم كارد الكاميرا بتاع الجهاز 8 ميجا بيكسل للكاميرا الأمامية والخلفية معالج بعشر أنوية ميس سوماني الأنوية المعالجات المعروفة في أحلى سمارتفون حاليا هي أكتا كور ولكن المعالج اللي معانا هنا ديكا كور البطارية 7000 ميلي أمبير الرامات 4 جي جرام ومساحة الجهاز 64 جي جا وزي ما قلنا شريحتين شاشة الجهاز 10.8 إنش وزن الجهاز 500 جرام ممتاز جدا وسماكة الجهاز تكاد لا تذكر الجهاز بيدعم طبعا شبكات الجيل الرابع لا شك بما أنه بيدعم الجيل الخامس والمعالج بتاع الجهاز هو ديكا كور معالج غير مصبوك هنعمل عليه اختبارات بنش مارك واختبارات تختبر قوة المعالج الأندرويد طبعا هو أوريو الإصدار الثامن اللي جاي من الجهاز ومعه كي بورد وقلام دي يعني نظرة سريعة على الجهاز من الموقع نفسه بتاع شوي شوي لها مدجر في أمازون وفي علي إكسي بريس فإذا كنت عايش تشتري أسيب لكم اللينك مباشر على طول في الوصف بتاع الفيديو هتمنى يكون الفيديو عجبكم هتمنى تكونوا فيه معلومة مفيدة في عرف هون ما تنساش تعمل الاشتراك وسبسكرايب وتفعل زر التنبيهات واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله